اهلا ومرحبا بكم اليوم روتينج لوب اكزامبل اليوم حنتكلم على مشكلة مهمة جدا يمكن تصادفها بالCCMP ويمكن شفت بداياتها بالCCNA واكيد حتصير من المشاكل المهمة والمواضيع المهمة بالCCI فكرة روتينج لوب حقيقة قد نحن لير 2 اللي تكلمنا عليها بالدرس السابق وعدنا الراوتينج لوب اللي هو اليوم موضوعنا وكذلك عدنا شي اسمه لوب بلاير 3 لوب بلاير 3 حقيقة هي أداة تستخدم للتست للتست الكنكشن يعني مو مشكلة وانما المشكلة اللي عدنا اليوم هي الراوتينج لوب اللي هي مشكلة كبيرة جدا تتحقق دائما مع الراوتينج بروتوكول فكرة الراوتينج لوب شنو خليني جي نحكي على البروتوكولات اللي موجودة عدنا عمتا اول بروتوكول الاراي بي الراي بي بداخله في موضوع اللوب ويمكن شفناه بموضوع السي سي ان اي بالمواضيع القديمة هو ان شاءل اصلا من ملهج السي سي ان اي الراي بي فقرة الداون تايمر والوقت الابديتينج اللي ياخد تقريبا ثيرتي سكند هذا يولد اللوب داخل بيئة الراي بي ممتاز عدنا اللوب بالأرأي جار بي بالاو اس بي اف يسموها فري لوب يعني ما بيها لوب عبدان ممتاز بس يحدث اللوب بيهن كذلك زين كيف هي فري لوب لانقل لك اذا تستخدم تكنولوجي الري دستيبوشن اللي هي توفق بين بروتوكولات مختلفة والداخل بالري دستيبوشن في قيم او في المواضيع خاطئة او غلط هتسبب لك اللوب وهو بيت قصيد هذا اللاب اللي يريد نشوفه اليوم ان شاء الله فكرة الراوتينج لوب اللي يريد نتكلم عليه ان شاء الله اليوم لدينا 2 راوتر بروتوكول الOSPF area zero هنا هذا الروتر اثنين والروتر 4 هيشتغلون OSPF area zero وذن الثلاث روترات هيشتغلون RIP Virgin 2 الروتر 2 هيقوم بعملية الريدستربيوشن هيحول هذا الروت اللي هو الOSPF يحوله الى بيئة الRIP ويحول الروت الRIP الى بيئة الOSPF ما هيصير عندنا اي مشكلة هندخل قيمة خطأ بالRIP وحنحاول نولد اللوب واشوفك اللوب كيف هيحدث عندك بهذا الشبكة مشكلة اللوب بالروتنج حقيقة مشكلة كبيرة ليش لانه الاداة اللي تقطع هذا اللوب او اللي توقفه لانه هو موضوع موضوع يعني مشكلة هو موضوع اللوب ليوقفه لازم انت عندك اكسبرينس او تفهم المشكلة شنو بعدين حنشوف كيف انو نقفها ونشوف المشكلة جد تميئا يعني بس باللاير تو لوب ما عندنا اي اشكال لانه عندنا بروتوكول قايم بحذ ذاته يدير هاي العملية اسمه الSTP وعدنا الريب الSTP ال RSTP وعدنا ال MSTP بروتوكولات تقوم بهذا العمل اوتماتيكلي يعني مجرد انه ما تسوي لها بعض الكونفيجار حتشتغل عندك وتساعدك بالميتيجايت لاللوب بس بالروتنج لوب حقيقة الخبرة هي اللي تسعفك بشكل كبير خليجي نشوف شنو اللي حنسوي قبل ما نبدي باللاب بس اطيك فكرة على ال IPات عدنا الروتر 1 باللوبباك 1 اللي حندخله يعني كIP بالروتنج مسوي اللوبباك 0 1 1 1 1 وعدنا النيتورك هنان اللي تربط مع الروتر 2 اسمها 10.1.1.2.1 وهذا معروف عندنا الروتر 1 دا يتصل كذلك بالروتر 3 عن طريق النيتورك 10.1.1.3.1 وهذا النوت بالروتر 3 اسمها 10.1.1.3.3 طبعا ليش اختارت هاي ال IPات اتكلمت على هذا الموضوع سابقا بكتابات على كيفية تصميم ال IP تقدر تخلي اي 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 بس لاحظ هنا انا 10.1.1.2 هاي الواحد اتنين شينية هاي الالاقة بين الروتر 1 والروتر 2 وهذا الواحد شي يمثل الهوس نيم اسمه الروتر فلاحظ هنا هذا 1.3 يعني علاقة الروتر 1 بالروتر 3 كذلك هنا النيتورك 2.3 يعني الروتر 3 متصل ب2 أو روتر 2 متصل ب3 فان اختارات 2.3 هي العلاقة بين الروتر 2 وبين الروتر 3.3 الروتر الموجودة هنا 10.1.2.4 روتر 2 متصل بروتر 4 يمكن الصورة اصبحت واضحة ليش تقدر ليش اني مستخدم هاي الروتر تقدر تستخدم اي 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 بي ما كوشك طبعا بكل روتر خليت loopback 0 وخليت الى ip حتى اسوي الى الديعة بشبكة الري scraps او الشبكة الosbf الروتر 1.1.1.1.3.3.3.3.3 والروتر 2 كحليت للتو loopback loopback 22 وحديعة على الريبي في بيئة الريبي ورود اللوبباك واحد أو أي لوبباك رقم خليت الـ 2222222222 وحسوي الـ Advertisement بالرودر بالرودر OSPF بالأريا 0 مثل ما تشوفه هنا حسنا حشوفك الريبيات بالبداية وحسوي الراودر لكل رودر أمامك هنا حتى نصل للمشكلة أول شي حبدي بالرودر الأول Show IP Interface حتى بس شوفك الريبيات مثل ما تشوف الراوتر 10.1.1.3 اللي هو هذا و الواحد اثنين اللي هو هذا حسنا نجي نشوفه تماموا اللوبباك حسوي config t router rip var2 وحسوي net 10.000 0 net.1.000 زين ليش خليت عندي شبكتين الراي بي ما يفهم موضوع subnet mask و هاي المواضيع فقط انت ضيف له الشبكة حسب الكلاس مالتها يعني حتى هذا اللي هو كلاس C هو انت شون ما تضيفه حيطلع لك بهاي الطريقة فلذلك لتعب نفسك فقط خلي net 10 هي هاي تمثل الشبكتين اللي موجودة هنان ليش 1.001 class A و 10 class A لذلك انا خليت 1.00 زين حسوي ctrl c الراوتر 1 خلصت الراوتر 1 دعنا نذهب الراوتر 2 اضيف الراي بي الراوتر 2 دعنا نشوف طبعا خليني اسوي الراوتر 3 الراوتر 2 مهم جدا الراوتر 3 دعنا نشوفه هذا هو الراوتر 3 الادة 2 ips دعنا نشوف الراي بيات show ip interface هذه الراي بيات اللي تشوفه هنا عندي 10.1.1.3.3 اللي هو مربوط هنا وخليتاني انترفيس بهذا الراوتر وبالراوتر 2 كذلك هو 16 port layer 2 ومثل ما تشوف اختارت هذا الانترفيس واذا انت عندك خلفية بموضوع الانترفيس كيف نحوله من layer 2 الى layer 3 مثل ما تذكر ادنا ادنا اسمه no switch port حتى نحوله من layer 3 من layer 2 الى layer 3 حتى نقدر نخليه الى ip وخليت الى ip اللي هو 10.1.2.3.3 طبعا وال loopback مثل ما تشوفه هنا 3.3 ادنا loopback 0 تمام config t router ip vert2 no auto summary ومثل ما قلنا نت ونضيف فقط العشرة وانا اريد اضيف ال network ممتاز 10.1.1.3.0 اللي هي هاي اول شبكه عندك خلينا نقول 0 network وحضيف الثاني نت 10.1.2.3.0 اضيف ال net 333.0 تمام ونقول الشوران حتى نشوف الريعه نرى الريعه ماذا حتى نرى الريعه هنشوف الريعه حتى نرى الريعه ونظيف الريعه مثل ما تشوف لذلك نستنتج يعني خلال هذا اللاب نقدر يعني نعرف مواضي اخرى الRIP فقط ياخذ حسب الكلاس يعني حتى شمد قل ما تخلي لأي نيتورك هو ياخذ حسب الكلاس فانت خلي لرأسا 30000 10000 حتى يقدر يفهمها او توفر الوقت عليك تمام الروتر 3 انتهى وخلينا الRIP وصلنا وين للروتر 2 اللي هو مهم جدا الروتر 2 مثل ما تشوف هنبدأ نخلي النيتورك 10-1-1-2-2 و10-1-2-3-2 بشبكة الRIP بس 10-1-2-4 هنخليها وين بي طبعا هقول لكم فكتيب واقول روتر RIP اضافة روتر 2 لأين بالكامل وقلنا 10.1.2.4.2.4.0 وarea 0. لماذا ضيفنا 2 نقدر نخلي هنا 0 وهنا نخلي 255 ممكن لكن هي شبكة نوت سب نوتس يعني point to point من الأجدر أنه تقدر تضيفها بالطريقة الآتية اللي هي فقط هذا الIP وفي الجهة الأخرى فقط الIP اللي هو 24.4 حيصير عندك الروت طبعا هضيف الشبكة الأخرى اللي هي 22.22.22 وأكتب 4 أصفار كذلك area 0 تمام اللي هو اللوبباك الآخر مثل ما اتفقنا هذا اللوبباك هنا واللوبباك الآخر اللي هو 22 بالRIP ممتاز إذا صار عندي شنو بالرoute to two route اللي هو الRIP والOSPF ومثل ما ديشوفه هنا اللي صار خلنا نروح على آخر روتر نضيف show ip interface brief حتى نشوف الIPات مثل ما ديشوف عندنا IP واحد ولوبباك واحد ليش IP واحد مثل ما نشوف loop واحد عندنا هنا أنا متصل بالRouter 2 وعدنا اللوبباك صفر اللي يمثل 444 وهي الشبكة المهمة اللي حيصير بها موضوع اللوب هني جي ننزل الRoute config T router OSPF1 net 10.1.2.4.4 4 أصفار وحيصير طبع هذا يسمى route more specifically يعني محدد أكثر تحديد نقدر مرة أخرى نخلي هنا صفر وخلي هنا 255 يعني شبكة بشبكة بس هو عندي point to point ليش ما طبق هاي العملية اللي هي أمامك اقول لها net 444.0.0.255 هاي الشبكة حضيفها بالطريقة الاعتيادية اللي هي مثل ما ديشوفها هاي الشبكة هاي الشبكة هاي الشبكة هاي الشبكة هاي الشبكة نضاف عندي route مثل ما ديشوفه هنا وتقدر كذلك حتى لانو مثل ما تعرف بالOSPF يعرف اللوبباك دايما كأنما هو end destination يعني أو أو كومبيوتر أو نوت واحدة يعني فلازم تكتب هذا الأمر على loopback interface loopback 0 IP OSPF net four point to point حتى يعتبر أو يقدر OSPF يشوف اللوبباك كأنه شبكة طبعا خلينا نجي نشوف هنا show ip route مثل ما ديشوفه هنا legal 222 222 اللي هي جاي من router 3 وأقدر أسوق ping 22 22 أقدر أوصل ممتاز طبعا ما أقدر أوصل للواحد واحد ولا أقدر أوصل ليش لانو ما في redistribution ممتاز راوتر 2 سأقوم بعملية redistribution لحد الان ما قدنا أي مشكلة سنذهب إلى router 2 exit router RIP راوتر RIP راوتر 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 نحن راوتر ثم راوتر أو راوتر اسطح ما هيقدر ينقل لك السبنت ماسك الصحيح. انت دائما اخذ قاعدة بأي ريدستربيوشن بالOSP دائما اتذكر موضوع السبنت. خلي كلمة السبنت مع أي ريدستربيوشن. فحقول لها RIP سأقول لها Enter. صار عندي راوت بروتوكول مجزء او صار ريدستربيوشن. هاي الشبكة هتقدر تشوف هذولا. وهي الشبكة كذلك هتشوفها النيتورك الأربعة. من خلال راوتر 2. اقدر اتأكد. خلني جي نروح على راوتر 1. مثلا نروح على راوتر 1. شو IPRoute. لاحظ بدي يشوف شبكة الثلاثة الاربعة الاثنين وعشرين بدي يشوفها اللي هي جاي من الOSPF. بدي يشوف الاربعة اربعة اللي هي من الOSPF اصلا. فلذلك هاي مهمة جدا حتى تعرف النيتورك. قبل شان ما يشوف فقط الشبكات. اقدر أقدر أسوي على الاربعة. ممتاز. أقدر أسوي عليها اربعة اربعة بالراوتر 3. مهم كذلك شو IPRoute. خلني جي نشي كده يقدر يشوف الاربعة اربعة. نعم يشوف الاربعة اربعة. ممتاز. وأقدر أسوي عليها. ممتاز. وأقدر أصل هنزل قيمة خطأ بالرأي بي. هروح بالراوتر 2. هنزل فتقيمة خطأ أو فتقيمة مغلوطة حتى نولد الراوتينج لوب حتى نشوف قبل ما نولد الراوتينج لوب. لاحظوا اياه بالراوتر 3. التراثروت. اروح بالراوتر 3 هنا. وأقول لها التراثروت للاربعة اربعة. يعني شوفني شيني المحطات من أروح للاربعة اربعة. أقول لها انتر. يقول لي محطتين. 2.3 و 2.4 يعني هذا الراوتر يقفز منها يروح للاربعة. يعني هي اول واحدة 2.3. وبعدين يروح للاربعة. ويوصل للاربعة اربعة. إذا يأخذ هذا الطريق بدون اي مشاكل. يأخذ هذا الطريق بدون اي مشاكل. 3.2.4 ممتاز. سأذهب الراوتر 2 وسأقوم بإشكال سأذهب الراوتر 2 ننزل هذا سأذهب الراوتر 2 أمامك هنا. سأقوم بإشكال معلومة. config.t سأقوم بإشكال IPRoute طبعا انتبه لي. وان دا تكلم بالراوتر 2. سأقول لراوتر 2. أي واحد يريد اربعة اربعة. دعني يروح للراوتر 1. طبعا هذا الشي خطأ. جيد. دعني نكمل الخطأ هذا. وان قلنا الى انتر. سأقوم بإشكال show IPRoute. بالراوتر 2 طبعا. سألاحظ انه. الاربعة بدأ يعرفها عن طريق الستاتيك. بس هي قبل كانت الاربعة يعرفها عن طريق شنو. مثل ما تتذكر اول ما سوانا IPRoute هنا سوانا نعم. لاحظ الاربعة كان يعرفها عن طريق الOSPF. بس سيدي يعرفها عن طريق الستاتيك. ليش؟ لانه الراوتر عنده اولوية. اذا عنده روتنج لشبكة واحدة. وهذا الراوتنج يعني يمثل اكثر من البروتوكول. فيختار دائما اقل AD Administrative Distance. وكنا نعرف الستاتيك الاد مالته هو واحد. والOSPF الاد مالته 110. فيهو الاقل الستاتيك. الاقل الستاتيك اصبح هو الروت المعتمد او المعمول به. ممتاز. بعد ما سوينا هنانا. سأقول لك. راوتنج RIP وقل لها Redistribution Static وزع لي الستاتيك راوت اللي عندي وزع ليها في بيئة RIP. طبعا هاي المعلومة اللي هخليها هنا بالروتر 2. هتروح الروتر 3. هاي المعلومة خاطئة. ليش؟ لانه الروتر 1. الآن من يريد يروح للروتر او يريد ياخذ نتوارك أربعة أربعة قبل يروح من هذا الطريق. الآن المعلومة تقول لها لا. روح هنا وهذا يقول لها روح هنا وهذا يقول لها ما عندي روح هنا وهيبدي اللوب يصير بهذا المثلث. طبعا بعد ما نزلت هذه المعلومة نقوم بإمكانك نقوم بإمكانك 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 الروتر 3. نقوم بإمكانك الروتر 3. نقوم بإمكانك الروتر 3. نقوم بإمكانك الروتر 3. لم يكن أتوارك قبل أن يكون هناك ما عندي هسر ربلاي. هذه أول مشكلة. إذا المشاكل الأولى نقدر نجعل ملاحظة على هذه المشكلة باللووبينج موجود النيتوارك عندك بالرoute table ولكن لا يمكنك توصله. الفقرة الأخرى تراثر روت 4. ولاحظ هذا اللوب الذي أتكلم لك عليه. يروح للروتر الأول يرجع للروتر 3. يروح للروتر 2. يرجع للروتر 3. يروح للروتر 1. يرجع للروتر 3. في يظل اللوبين في هذا الدائرة. هنا أنا ينذني ثلاثة روت و لا يمكنك توصل. طبعا التراثر روت يطيق 13. و نستطيع أن نزيدها. طبعا نريد أن نرى مرة أخرى. لاحظ هذا التراثر روت الذي يمثل لي اللوب. أستطيع أن نرى فكرة اللوب طبعا تستطيع أن نرى من موضوع الديباغ. نستطيع أن نرى الديباغ. بما أنها تستوصل. تستطيع أن نرى الديباغ. IPRIP حتشوف الديباغ 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 و يصير بها متحق يعني لا نستطيع أن نصل لها. الديباغ لا يستطيع أن يصل لها. يمكن أن يقول لك فقط 2 متريكس يقول لك 2 متريكس ومده يقدر يوصل لها من خلال الping إذا تخلي الـ debag حتشوف مواضيع كثيرة طبعا الـ debag مهم جدا مرة أخرى يقول لك 1 hub مثل هسا انت قلت لي 2 قبل شوية قلت لي 2 hub أو 2 متريكس 2 هنا يقول لي 1 hub هيرجع يقول لي لا متريكس 1 هيرجع يقول لي 1 hub ليش لانه عنده شنو طبعا مرة أخرى الـ debag طبعا مرة أخرى الـ trace route 444 لاحظ هذا الـ loop كيف نوقف هذا الـ loop هنا ستجي موضوع الخبرة أو ستجي موضوع اكتشاف الاشكال طبعا بالـ trace route اي شبكة تشوفها مثل ما تشوف باعتبار تتولد لوب كبير عندك بأي شبكة كيف نوقف هذا الـ loop هني جي نشوف كيف نوقف بأمر مهم جدا هو التلاعب للـ AD تلاعب الـ Administrative Distance للـ Router Protocol للـ static طبعا نروح على router 2 router 2 هنا أقول لـ config t أنا سويت هذا الـ static قبل شوية أقول له هذا الـ static بس زيّد لي الـ question mark لدينا أمر نقدر نخلي المتريكس أو الـ AD بالنهاية فأنا أقول له بالنهاية خليلي المتريكس ما لا تخليليها مثلا 1-1-1 طبعا ومثل ما نعرف الـ OSPF هو 110 الـ static 1 بس مع هذا الأمر صار الـ static 11 إذن هو أعلى من الـ OSPF أوكي؟ خلي قبل هذا الأمر قبل ما أعطيك هذا الأمر show iprot لاحظ يعرف الأربع عن طريق شنو؟ عن طريق الـ static ليش؟ لأن الـ static هو وهو الـ AD مال ترقم 1 والـ OSPF 110 فدي يختار الأقل ممتاز هقول لكم فكتب IPRoute 1-1-1 زيّدت الـ AD ما للـ show iprot لاحظ بدي يشوفه شنو عن طريق الـ OSPF ليش؟ لأن الـ OSPF 110 والـ static صارت 111 أزيد من عنده بواحد تقدر يزيّد أكثر يعني بس المهم لازم تكون أكثر هل انحلت المشكلة؟ طبعا حسّ صار الإشكال شنو؟ الـ router القديم اللي داي يقوله للـ router so إذا تريد أربع أروح على طريق router 1 اللي هو خطأ اللغة هذا من خلال زيادة عدد الـ static طبعا هتقول لي ممكن أمسح الـ static؟ ممكن بس أندأ أقول لك في حالة مثلا ما تقدر تمسحها لأنه هذا الـ router تمسوي لك فتخدمة أخرى فتقدر تغير الـ AD بعد ما غيرنا الـ AD الـ IP الـ router 3 سوف يرجع لمسار الطبيعي سوف يذهب من الـ router 2 للـ router 4 دعني أرى الـ test بالـ router 3 أول شي أقول ping على الـ 444 لاحظوا يرجع الـ ping و أقوم بعمل ترى لاحظ فقط 2 hub أو 2 2 ثلاثة الـ 2 ثلاثة الـ router 3 يقفز الـ router 2 و ثم يقفز الـ router 4 اللي هي الـ final destination هذه فكرة سريعة حتى نعرف كيف نولد الـ route اللوب اللي هو حقيقة ما حسنا بما عندنا أي توقف انها توقف لازم تدخل هنا الخبرة أو تدخل هنا معرفتك بهذه المشكلة لذلك حاول تطبق هذا اللوب تحس بالإشكال اللي داي يصير هنا مع الـ ad مع الـ result من الـ redistribution أو النتيجة من الـ redistribution مع الـ redistribution الـ static اللي خليناه بالـ RIP اللي ولدنا الـ loop بين الـ router 1 2 3 واللي استطعنا أنه نحاول نوقفه من خلال زيادة عدد الـ static AD أو administrative distance للـ static اللي يخلى الـ router 2 يغلب أو يخلي الـ OSPF هو إلى الأولوية الأولى بموضوع الـ routing وانتهى إدناء الـ routing شكرا جزيلا للمتابعة إن شاء الله نشوفكم بدرجة